وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي النهاردة نداء إلى جميع قادة العالم بضرورة التحرك الكل يتحرك مع بعضه لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وإنهاء هذه الأزمة اللي بتلقي بظلالها على جميع دول العالم خد بالك في نقطة النهاردة الرئيس عمل حاجة من تقدر تعتبرها النوادر القليلة في المؤتمرات الدولية عندما يخرج زعيم دولة أو قائد دولة أو رئيس لدولة سلطان أمير ملك فتحدث الرئيس على ضرورة وقف هذه الحرب طبعا العالم منتظر حاجة زي كده طبعا يتحدث عن الاستعداد الكامل لمصر التي لا تريد أن تلعب دورا لأجل أن تجد لنفسها دورا ولكن لكي تقف الحرب نتيجة المؤثرات والتبعات بتاعتها خلونا نسمع مقتطف صوتي لكلمة الرئيس وارجع أقول لك بعد كده العالم صحافة العالم وإعلامه استقبلت ده ازاي؟ أنا بتكلم على أزمة كبيرة بتمر بالعالم وليها تأثير كبير جدا على دول كتير من العالم إن ما كانش كل دول العالم أنا بتكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرونية وبوجه نداء إن سمحتولي بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب من فضلكم نحن كدول اقتصادها مش قوي عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها والآن نعاني أيضا من هذه الحرب أنا مش بتكلم فقط عشان إحنا بنعاني منها هنا في بلاد زي بلادنا ولكن أنا بتكلم هنا عشان العالم كله أتصور إنه بيعاني من هذه الحرب أنا بقول تاني أن إحنا مستعدين أنا بنادي باسمكم وباسمي إن سمحتولي بكده إن سمحتولي بكده إن إحنا فلتتوقف هذه الحرب هذا النداء من مؤتمرنا هنا إن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الضمار وهذا القتل بالمناسبة إحنا مستعدين بالمناسبة أنا مستعد ومش للبحث عن دور لا والله ولكن من أجل العمل لإنهاء هذه الحرب وأتصور أن كثير من القادة الموجودين يشاركون الرأي ده إحنا مستعدين نتحرك إذا كان ده ممكن لإيقاف هذه الحرب شكرا